على كل حال المزيد من المتابعة بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ورئيس جلسات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أهلا بك يا فندم أهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين الحقيقة أنه يعني وثيقة الأخوة الإنسانية في ذكراها النهاردة بنتكلم على المعاني والمضامين التي تحملها هذه الوثيقة العديد يمكن من القضايا خليني أقول الإنسانية في فحواها يا فندم خلينا نتذكر ما حضرتك ما الذي تؤكد عليه هذه الوثيقة طبعا هذه الوثيقة وتوقيعها يعني الدعوة إلى الاندماج الإيجابي والتعايش السلمي وقبول الآخر ونشر ثقافة المحبة والسلام والتسامح ونشر فكه وثقافة الحوار وقبول الآخر ونبز ثقافة العنف والقاهية وتطبيق مبدأ المواطنة بين البشر دون تمييز عقدي أو جنفي أو لغوي وتذكرين حضرتك أن الأظهر منذ عدة أعوام أقام مؤتمرا عالميا عن المواطنة ورفض مصطلح الأقلية أيا كانت هذه الأقلية لأن مصطلح الأقلية يدعو إلى الإنعزالية والتهميش وطالب أن يكون المصطلح البديل هو مصطلح المواطنة بمعنى أن الكل في الوطن سواء وهذا هو ما تدعو إليه وثيقة الأخوة الإنسانية وأحب أن أنبه أن بعض الناس يقلل من شأن الوثيقة ويقول إنها كلام إنشائي لا إن ما ورد في الوثيقة هو مؤصل من الكتب المقدسة ومن الكتاب والسنة ما قام به فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا من التوقيع على الوثيقة ليس من باب مصايرة حقوق الإنسان بل إن الأديان كلها والإسلام بخاصة يدعو إلى التعايش وإلى الأخوة الإنسانية ويدعو إلى حرية العقيدة يعني حينما ننظر إلى قوله تعالى لكم دينكم ولي دين إنما ننظر إلى قوله تعالى لا إقاهة في الدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أليست هذه الآيات دعوة إلى حرية العقيدة وحرية العقيدة لا تعني الإيمان بالآخر لا حرية العقيدة تعني أنا أحترمك ولكن لا تطالبني بأن أؤمن بما تؤمن به وأنت مطالب بأن تحترمني ولكن لا تطالبني بأن أؤمن بما تؤمن به ولكن هل نقف عند هذا الحد؟ لا لابد من التعايش نظر إلى قوله تعالى يا أيها الناس لم يقل يا أيها المؤمنون يا أيها أهل الكتاب إنما قال يا أيها الناس بغد النظر عن العقيدة واللون والدير والعرق والجنس يا أيها الناس إنا خلقناكم من زكا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لتعارفوا يعني ليحدث بينكم اندماج وتعايش صحيح وسلام وأمان وألفة ومحبة أدئي يا دكتور كان بيتم تحميل الأديان السماوية العمليات الإرهابية التي كانت تحدث في وقت سابق والتي ما زالت تحدث الحقيقة في العديد من الدول والدئي أيضا كان في فترة من الفترات كان الكل بيحاول فيها أو بعض خليني أقول الجماعات تعمل على التفرقة بين الأديان أو فكرة الفتنة الطائفية طبعا أنا بذكر هذه الأشياء تحديدا لأنه أيضا تم ذكرها في وثيقة الأخوة الإنسانية شوف أنا أقول لحضرك على حاجة الفهم الصحيح ينتج عنه تطبيق صحيح لكن الفهم الخطأ لا بد أن ينتج عنه تطبيق خطأ ولكن لأننا نفهم الآيات فهما صحيحا ولذلك فنحن نطبقها تطبيقا صحيحا ووثيقة الأخوة الإنسانية ليست بدعا من الأمر فلنا في رسول الله الأسوة الحسنة ووثيقة المدينة لا تخفى على كثيرين إذن قبول الآخر ليس مصطلحا حديثا بل هو موجود في صميم الإسلام ونحن ندعو إلى قبول الآخر ولذلك أنا معي الآن ملخص لوثيقة الأخوة الإنسانية خاتمة مواردة في الوثيقة وإن شئتي أن أذكر هذه الكلمات في بنود يا فندم تفضل طبعا ورد في ختام الوثيقة لتكن هذه الوثيقة دعوة للمصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان بل المؤمنين وغير المؤمنين وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة لتكن وثيقتنا نداء لكل ضميع حي ينبز العنف الضغيظ والتطرف الأعمى ولكل محب لمبادئ التسامح والإخاء التي تدعو إلها الأديان وتشبع عليها لتكن وثيقتنا شهادة لعظمة الإيمان بالله الذي يوحد القلوب المتفرقة ويسمو بالإنسان لتكن رمزا للعناق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وبين كل من يؤمن بأن الله خلقنا لنتعاف ونتعاون ونتعايش كإخوة متحابين هذا ما نأمله ونسعى إلى تحقيقه بغية الوصول إلى سلام عالمي ينعم به الجميع في هذه الحياة هذه خلاصة الوثيقة أظن أن هذا الكلام لا يختلف عليه إثنان ولا تختلف عليه العقائد نعم طيب خليني يمكن أتكلم مع حضرتك بمزيد من التفاصيل هذه المبادرة تم إطلقها تحديدا في الرابع من فبراير لعام 2019 ويعني للأسف أتت بعد ذلك جائحة كورونا على مدار عام في ظل هذه الجائحة كيف درت جلسات اللجنة؟ ممكن جملة اعتراضية هنا عاص حضرتك جائحة كورونا هذه الجائحة حينما ألمت بالعالم لم تفق بين دولة ودولة وبين عقيدة وعقيدة وجنس ولون ولغة إنما اكتاحت العالم كله إذن هذه الجائحة تؤكد على أن لابد من وجود وثيقة تجمع العالم أجمع لمواجهة هذا الوباء طبعا طيب دكتور محمد خليني أتكلم مع حضرتك على جلسات اللجنة الخاصة بالوثيقة الإنسانية كيف دارت على مدار العام الماضي؟ طبعا حينما صدق قرار تشكيل لجنة عليا لتنفيذ أهداف الوثيقة كان أول اجتماع لهذه اللجنة تتخيالي كان يوم إيه؟ كان يوم الحادي عشر من سبتمبر عام 2019 طبعا هذا اليوم هذا يوم مميز يعني ليكون أول لجنة للوثيقة الإنسانية ولذلك فيه رمزية عجيبة جدا في اختيار هذا التوقيت هذه الرمزية هي أنه إذا كان هناك من خص هذا التوقيت سابقا ليكون دعوة إلى الموت فيزهك الأرواح ويويق الدماء وينشر الفزع والخوف بين الناس فلسان حالنا يقول إننا عقدنا اجتماعنا الأول في هذا التوقيت ليكون دعوة إلى الحياة والسلام العالمي والأخوة الإنسانية صحيح طبعا أنا أشكرك يا فندم على كل هذه التفاصيل وعلى هذا الحديث كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ورئيس جلسات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم شكرا جزيلا لحضرته